اهلا بكم في فيديو جديد اليوم رح اعمل معكم خبز الباكيت بدون اختمار والسر في انتفاخه بطريقة متخطرش على بالكم ابدا تابعوا الفيديو حتى النهاية وشوفوا الطريقة بالتفصيل اول شي جبت ويعاو خليت فيه كوب من الماء الدافي وملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة غير ممتلئة من الخميرة من الخميرة الفورية خلط المكونات مع بعض حتى ذابة الخميرة والسكر بعدين اضفت عليهم ربع كوب من الزيت النباتي وكوبين ونصف من الدقيق بعد ما اضفنا الدقيق اضفت عليهم ملعقة صغيرة من الملح وابتديت اخلط المكونات كلهم مع بعض بهالطريقة مثل ما شايفين خليت الملعقة على جنب وابتديت شوي شوي اعجن بيدي بنفس هذه الطريقة يعني طريقة العجن ابدا ما تاخذ معكم وقت فالعجن كلها على بعضها ما هي اخذ يعني خمس دقائق ومثل ما شايفين بالعجن المستمر حصلت على عجينة نفس هذا القوام مثل ما شايفين شوفوا ما شال القوام كيف رائع غطيتها وخليتها حتى تختمر ساعة كاملة في البداية الضروري ان نخلل العجينة تختمر ساعة كاملة وبعد ساعة بعد ما اختمرت معنا العجينة بهالطريقة مثل ما شايفين بهالطريقة راح اعجنها شوي شوي وابتدي اطلع منها الهواء اللي موجود بداخلها بهالطريقة وشوفوا كيف ماشاء الله يعني قوام العجين جد رائع شوفوا كيف قوام طري ويعني قوام رائع جدا فلازم يكون قوام العجينة معكم بهذا القوام خليت العجينة على جانب رشيت شوية دقيق على سطح العمل وشكلت العجينة على شكل كرة بعدين جبتها خليتها فوق الدقيق اللي رشيتها فتحتها شوية بايدي وبعدين قطعتها الى ستة اجزاء انا اليوم حابة اني نعمل الخبز الباكيت يعني خبزات يكونوا صغار يصلحوا للاطفال ويصلحوا للسندويتشات خاصة سندويتشات المدارس فحابتهم يكونوا الخبزات يكونوا صغار بعدما قطعت العجينة الى ستة قطع ابتدت اشكل كل قطعة الى كرة صغيرة بنبس الطريقة الموضحة في الفيديو وهذه اول قطعة اول كرة صارت جاهزة معنا طبعا كل حد الى طريقته في تشكيل الكور يعني اذا انتم عندكم طريقة معينة تطبعوها في تشكيل الكورات الخبز يعني بامكانكم تتبعوا طريقتكم وهذه الطريقة ثانية اللي شكلت فيها كورات العجينة بعدما شكلنا العجينة الى ستة كورات بهالطريقة اكيد غطيتهم حتى ما ينشفوا وابتديت ارش شوية دقيق على سطح العمل وجبت اول كرة متاع العجينة فتحتها شوية بايدي بها الطريقة وبعدين ابتديت افتحها شوية شوية باستخدام القلقال القلقال هو رح يسهل علينا عملية الفتح بعدما فتحنا اول خبزة ابتديت اشكلها بهالطريقة الفها من الجانب الايمن او من الجانب الايسر ونسكرها من الجوانب وبهالطريقة تكون الخبزة جاهزة معنا مهم جدا ان نسكرها من الجوانب وان نسكرها من الحواف حتى ما تفتح معنا بعدين يعني ومثل ما شايفين طريقة تشكيل الخبز يعني اسهل شي ممكن تشوفوه صراحة واول خبزة صارت جاهزة معنا مثل ما شايفين نخليها على جانب وضروري ان نغطيها من الخبزات حتى ما ينشفوا معنا جبت ثاني كرة من العجين وفتحتها شوية بايدي بعدين فتحتها باستخدام القلقال بعد ما فتحناها بهالطريقة نبتدي نشكلها نلفها من الجانب الايمن او من الجانب الايسر بهالطريقة واكيد ضروري بعد وقت نلفها لازم نسكرها من الجوانب مهم ان نسكرها وبعد ما لفينا الخبزة الثانية مثل ما شايفين صارت جاهزة ومثل ما قلتلكم مهم ان نسكرها من الجوانب ومن الحواف وثاني خبزة صارت جاهزة معنا مثل ما شايفين يعني طريقة تشكيل الخبز ولا اسهل من هيك الخبزات صاروا جاهزين معنا غطيتهم وخليت الماء يغلي على النار بعد ما ابتدى الماء يغلي على النار رميت فيه الخبزات بهالطريقة هذا هو السر اللي راح يخلي الخبز ينتفخ معنا طبعا مثل ما شفتوا في الفيديو نحنا لما شكلنا الخبز ما خليناه يختمر ربع ساعة في العادة يعني اي خبز نعمله نحنا بعد ما نشكله ضروري نخليه يختمر مرة ثانية اقل شي ربع ساعة فبهذه الطريقة ما راح تخلو الخبز يختمر ربع ساعة بعد تشكيله مباشرة طرموه في الماء المغلي وشوفوا كيف بينتفخ معكم وهو في الماء شوفوا ما شاء الله وما تخلوه في الماء كثير مجرد ثلاثين ثانية يعني احسبوا من الواحد حتى الثلاثين وبعدين طلعوه مباشرة خلوه في سينية الفورن لازم يكون فيها ورق زبدة وورق زبدة لازم يكون مدهون بالزيت حتى ما يلسق معكم الخبز ومثل ما شايفين خليناه يغلي في الماء ثلاثين ثانية واكيد بقينا نسكب عليها الماء من فوق بالنفس الطريقة اللي شفتوها في الفيديو وبعدين خليتها في سينية الفورن وفيها ورق زبدة ومثل ما قلتلكم ورق زبدة لازم يكون مدهون بشوي زيت وبعدين جرحت الخبز مثل ما شفته في الفيديو باستخدام السكين رشيت عليها شوية سمسم ودخلتها للفورن على درجة الحلارة 180 تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة ومن ياخذ هذا اللون الذهبي انطلعها من الفورن وخبزنا صار جاهز ما شاء الله شوفوا يعني ألذ وأسهر خبز ممكن تعملوه طريقته جدا سهلة وبسيطة أنا حبيت نعمل الخبزات يكونوا صغار حتى يعني نستخدمها من الصندويتشات المدارس فالأطفال كثير رح يحبوهم يعني وبصراحة ألذ وأشهر خبز ممكن تعملوه أنا عجبتني طريقة هذا الخبز في الانتفاخ يعني بعد ما نشكل الخبز ما ضالوري ننتظر الخبز حتى يختمر معنا مرة ثانية أقل شير ربع ساعة فمباشرة نخليناها على الماء يغلي وانتفخ معنا بكل سهولة أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم إذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة